لو فيك تحكي للحباب شو بيني يا الطير يا الطير أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم مرة تانية بنرحب فيكم دايما وأبدا أجمل الترحيب لكن بدي أخبركم جميعا خبر كل الأردنيين عم باستنوا وما في بيت أردني بجوز ما باستنى فيه أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ لحظات بأنه السبت القادم سيكون موعد إطلاق وإعلان نتائج التوجيه إن شاء الله بالتوفيق لجميع أبنائنا وبناتنا اللي على مقاعد الدرس الحاليين واللاحقين وما بعد التوجيه جامعيين مهندسين دكاترا علماء أردنيين يرفعوا رأسنا مثل ما ضيفنا التالي رافع رأسنا بدي أرحب باسمكم جميعا بالدكتور يزن الصمادي دكتور يزن صباح الخير صباح النور ونحن وسهلا فيكم وتحب أن أصبح على مشاهدينا أيضا بمجتمعنا الأردني من أقصى الشمال لأقصى الجنوب والله والنعم منك ومن الأردن وكل من سكن الأردن الدكتور يزن الصمادي أعزائي المشاهدين من قسم هندسة الكهرباء في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وهو ضمن الفريق الهندسي والبحثي كمهندس متقدم وخبير بحثي في الشركة الأمريكية العملاقة لبناء أكبر محطة توليد كهربائية بأمريكا باستخدام الرياح بطاقة أخلي التفاصيل للدكتور يزن دكتور احكينا شو هو المشروع هذا بشكل عام بداية أشكرك مرة أخرى طبعا نحن بالبداية كنا نحكي قبل شوي عن الطاقة والأكل فننتقل للطاقة من نوع ثاني بشكل كبير طبعا هذا المشروع والبروجيكت ما يسمى بالويند كاتشر بروجيكت رح تنفذه أكبر شركة كهرباء في البلايات المتحدة الأمريكية اسمها أمريكا إلكتريك باور يتضمن المشروع جزئين ببناء أكبر محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة تقدر بألفين ميجا واط أو تسعة مليون ميجا واط آور وأيضا بناء شبكة نقل كهربائية لنقل هذه الطاقة لثلاث ولايات أمريكية هي أوكلهوما لويزيانا و أوركنسا هي تعتبر أعلى جهد كهربائي 765 كي في بمسافة تقدر بـ 360 ميال هذا المشروع يعتبر الأضخم محطة واحدة لما نقول هذه المحطة الكبيرة بدها تنقل الجهد الكهربائي أو الطاقة الكهربائية تبعتها لثلاث ولايات الثلاث ولايات اللي ذكرتهم حجمهم لما بدنا نترجمهم لدول بالمنطقتنا عشان نقدر نتخيل الحجم اللي نحكي عنها اللي رح تحدث عنه الآن أنت بتحكي عن اللود كهربائية وحمل كهربائية يتجاوز حمل دولة مثل الأردن بثلاث ولايات فقط طبعا هذا المشروع يعتبر الأضخم حتى من ناحية التكلفة هو عبارة عن 4.5 مليار دولار يعني كمشروع لوحده الآن بربط أمر آخر أمريكان إلكتريك باور أو هذه الشركة هي أكبر شركة كهربائات تغطي 11 ولاية أمريكية وتمتلك أكبر شبكة نقل في الولايات المتحدة بتغطي ما يعادل 7 مليون مشترك بخطوط نقل تقريبا بـ 40 ألف ألف مايل طبعا كما نعلم أنه في الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بوزارة الطاقة والدبارتمنت الانرجي ميشن عندهم في الألفين وثلاثين لازم يكون المنموم أو أقل شيء من توليد الكهرباء الدولة 20% منه لازم يكون من طاقة الرياح هذا التوجه وهذه هي الرؤية الموجودة والتي طبعا هناك خطة عمل لتنفيذها الأمر الآخر للدبارتمنت الانرجي أيضا أنه بالألفين وثلاثين خمسين بالمئة من تكلف الطاقة الرياح رح تنزل بسبب ما يسمى بالساينس انوفيشن أو الإبداع العلمي فهذا التوجه بالمقابل نحن نزود الدولة بـ 20% من الكهرباء من طاقة الرياح ورح نخفض التكلفة المترتبة على ذلك بـ 50% التكلفة رح تكون تتخفض 50% على الدولة وعلى المستهلك طبعا على المستهلكين وعلى المستهلك دائما نهم المستهلك طيب الآن الدور الأردني في هذا المشروع اللي هو دور ممثلنا ومندوبنا الدكتور الجميل إيزان السمادي أنا طبعا أنا خرج الليلة المتحدة الأمريكية بالماجستير والدكتوراه من أوهايو ستيت وهي من أعرق الجامعات أيضا أنا عضوها يتدريس في قسم الهندسة كأربائية بجامعة علامة التكنولوجيا عضوها يتدريس أو ما يسمى بالأجنط السيستن بروفسور بجامعة أوهايو وحاليا المنصب اللي بشغله بكمنتدب من الأردن هو سينير ليد انجينير أو هو أعلى مرتبة هندسية أو مهندس متقدم ضمن الفريق اللي رح ينفذ أو بدانا طبعا بتنفيذ المشروع اللي هو هذا ما يسمى بالويند كاتشر براجيك طبعا دوري في المشروع هو دور هندسي كليد انجينير أو مهندس قائد للفريق بالإضافة لذلك هو دور بحثي وتعليم طبعا لأنه الأمور مربوطة لأنه نحرص على الفائدة المشروع بما يسمى بالكاستمر المشترك الكهرباء رح ننظر أيضا للكميونيتي والمجتمع وهذا بترتب عليه العملية التعليمية العملية الأكاديمية أيضا عملية البحثية وأيضا للدولة والستيت وهي ما يترتب عليه من أمور اقتصادية وضرائب وإلى أخلية جميل طيب الآن هذا وجودك في هذا المشروع الأكبر في الولايات المتحدة وأنت الخبير الأردني أنا بدي مبسوط الله يحب أحكيها خبير الأردني المعار لأمريكا عشان نساعدهم كيف ممكن هذا المشروع إحنا نترجمه إلنا عنا بالبلد إحنا كيف ممكن نستفيد ومين أفيد إلنا يعني بجوز أنت مطلع مية بالمية مطلع أكتر في الأردن الشمس وسطوع الشمس وإنعكاسها على الأرض مش زي بأمريكا بجوز عندنا أفضل لذلك قد يكون أنه عندنا لو نتجه للطاقة الشمسية أفضل من طاقة الرياح بينما بأمريكا العكس أو يعني إذا هاي المعلومة مغلوطة ياري تشرح لنا عنها طبعا هو الطرفين مفيدين للأردن وطبعا نسئلت عن هذا السؤال أكثر مرة هو الآن التوجه بكثير من البلدان ما يسمى بالهايبريد سيستم الآن ممكن تستخدم الطرفين بهايبريد سيستم أو سيستم مندمج بشكل كبير الأردن بها خصبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والأردن من أفضل البلدان المؤهلة لأن تكون رائدة في مجال الطاقة المتجددة ما يسمى ودمجها بشبكات سواء رياح أو شمسية الطرفين طبعا أيضا إذا ما قلت أنه أنظمت وقدمت طبعا هذا الأمر بتطلب أدة أمور أخرى متوازمة بالطلب التطور التكنولوجي والساينس إنوفيشن بتطلب أيضا التشريعات أو ما يسمى بالباليسيز وهذا طبعا علم بحد ذاته اشتغلنا فيه بباع طويل بالإنرجي باليتيكس ما يسمى بالسياسات الطاقة بتطلب أيضا العمليات التعليمية والبحثية هذا كل أمور لازم تمشي بنفس النسق تطوير المناهج التعليمية الجامعية حتى من مبدأ الآن اشتغلنا في الولايات المتحدة من التوجيه وتدريب المعلمين والطلبة على هذه الأمور حيث الآن ويدخولوا للجامعة وتأهيل المهندسين أو الفنيين للسوق العمل اللي يحتاجهم لهذا الشيء هذه الأمور الثلاثة لازم تمشي بطريق مستقيم نحن عندنا بالأردن البيئة القانونية الأنظمة جاهزة أو لسه بدها شغل أكثر أنا بنظري بحاجة لمجموعة بحاجة لسه لمجموعة من التشريعات الأكثر التحفيزية الأكبر طبعا لهذا الشيء وأيضا طبعا لازم تعارل الانتباه الكبير من ناحية أنا بشوف في الأردن تطور كبير وهذا الجزء المشكور في مجال الطاقة المتجددة لازلنا أيضا بحاجة إلى تشريعات التي تحفز هذا القطاع بشكل أكبر وأيضا تضبطه أنا أعرف أنه في جهود كبيرة يجب أيضا تضبطه بشكل يكون متقان ومحترف ما يكون بشكل كيف تقرأ المشهد المستقبلي القريب المنظور والمشهد المستقبلي البعيد شوي خلينا نقول للأردن في مسألة الطاقة المتجددة بجناحيها الرياح والشمسية نعم طبعا المشهد القريب أنا أرى جهود مشكورة في هذا المجال لكن لا أراها تسير بالطريق بالسرعة المناسبة أو بالتوازي مع ما يحصل في العالم أيضا فهذا شيء ممكن أن نركز عليه المستقبلي أجد الأردن بيئة أكثر من الدول البحاجة لهذا المجال نعم إحنا مشكلة الطاقة هي مشكلة أمن قومي وبحاجة إلى أن التركيز عليه بشكل كبير ممكن نكتفي من يكون جزء الكونتريبيوشن أو المساهمة من الطاقة المتجددة شيء كبير نعم لكن أنا أيضا أرى بأنه الجهود الأردنية لجب أن تتكاتف نعم سواء العلمية الأكاديمية يجب أن يكون الفريق مكتمل نعم من الأكاديميين والصناعيين والبحثين والمشرعين نعم كلهم يسيرون في مسار متوازن نعم بحيث نصل إلى الطريق النهاية بشكل مشكل مرحل ما نخلق الفجوة الكبيرة بأنه يكون عندنا مشاريع طاقة متجددة تتنفذ وبشكل كبير ونجد الفجوة في تأهيل القطاع الذي يدير هذه المشاريع نعم الأمر الآخر أيضا الذي أنا أشتغل فيه ونشتغل فيه بشكل كبير وبالطلب في عندنا أمور ما يسمى بـ process improvement وتطوير العمليات وهذا علم بحد ذاته يجب أيضا أن يكون يتم عملية development لإله بشكل يتوازمها هذا الأمر أنا بظل أأكد حتى في مجالي الأكاديمي والتدريسي سواء أنا درستي فترة طويلة في الولايات المتحدة ولا زلت ولا وهنا أقول أنه دائما في عندنا ما يسمى في الـ opportunity for improvement فيه فرصة للتطوير opportunity exist ما يسمى بالأمريكان الفرصة موجودة لكن من يسبق إلى هذا المجال فعد فترة من الزمن سيصبح قطاع الطاقة المتجددة أمر عادي في العالم وسيصبح شيء الآن قبل 20 سنة أو 30 سنة ما كنا نحكي في موضوع طاقة شمسية وطاقة رياع كان الموضوع حتى مستهجم أو إلى هذا الآن التكنولوجي والـ policies والتشريعات تطورت بشكل كبير في العالم أرجو أن نسير بنفس السرعة إن شاء الله رب العالمين خصوصا مثل ما ذكرت أنه إحنا دولة إحنا الأفقر في العالم في مسألة الطاقة لا نفط ولا غير ومأي معنا يعني بس ربنا الحمد لله رب العالمين يمنوا علينا بغيث السماء وبيما يحتويه أو تحتويه جوف الأرض الدكتور يزن السمادي أنا شاكر جدا إلى أن وجودك معنا الله يعطيك ألف عافية جهودك مباركة أتمنى وجودك ووجود أمثالك يسرع من العملية التشريعية والقانونية لكي نسير ويعني نواكب العالم مع أنه إحنا محتاجين نسبقهم لكن على الأقل لنواكب العالم في مسألة الطاقة المتجددة في الأردن أشكرك مرة أخرى وأنا للحق يقال بلدنا أنا خريج الأردن وخريج جامعات الأردن اللي اعتز وأفتخر فيها وعث وعملت في جامعات الأردن مليئة بالكفاءات التي أعتبرها أنا أعتبر نفسي أقلهم ما شاء الله عليكم جميعا فكلهم يعني إذا عطي الفرصة سيقدموا للبلد فرصة جميلة جدا أنه نشوف هيك كفاءات وشكرا جزيلا الدكتور يزن السمادي أعزائي المشاهدين فاصل صغير وراجعين شكرا للمشاهدة